اشتركوا في القناة الدولي الجزائري بدأ برفع رتم التدريبات البدنية شيئا فشيئا اسماعيل قام بنشر هذه الصور عشية اليوم الثلاثة على حسابه الرسمي في فيسبوك معلقا الإصرار الانضباط العمل بن ناصر يعوي الكثيرا على عودة قريبة كل شيء سيتضح مع بدء العمل الحقيقي على ركبته وهذا بعد شهرين من الآن يبدو أن الدولي الجزائري ولاعب نادي رانس إيلان كبال سيكون على موعد مع خوض تجربة خارجية وفي الدور البلجيكي بالتحديد تقارير بلجيكية وفرنسية كشفت اليوم أن نادي ستاندارد الياج يراقب اللاعب ويسعى لضمه في الموسم المقبل كبال الذي لعب لباري أفسي كمعار في الموسم الحالي قدم مستوى جلب له الأنظار على ما يبدو ليس فقط ستاندارد الياج البلجيكي الصحفي والفرنكو جزائري وصحفي لكيب نبيل جلير كشف أن عديد الأندياء الفرنسية من الليجة تراقب اللاعب لكن من دون أن يشير لأسمائها كلها ترغى في رؤية الدول الجزائري في صفوفها وترى أن أرقامه المحققة ربما تساعده على فعل ذلك كبال الذي لم يجد ظلته فرنس والطرى للرحيل معارا سيحاول البداية من جديد ولما لا تقديم المستوى الذي يتيح له العودة للمنتخب ولو أن الأمر بات صعب وصعب جدا فلاعبين متألقين في صورة الناس وغزال لم يعودوا يجدون مكانا في المنتخب نظرا لقوة المنافزة في مركز الجناح الأيمان بعد عطلة امتدت لقرابة الشهرين ونصف استأنف نادي كورتري البلجيكي تدريباته العادية تحضيرا للموسم المقبل تدريبات عارفة حضور 14 لاعبا وغاب عنها كثير من الأسماء من بينها الدول الجزائري عبد القهار قادري غياب قادري وبحسب المصادر البلجيكية عائد لمشكلة في جواز صفره حيث لم يتمكن من دخول بلجيكا التقارداتها قالت أن قادري ومعه كثير من اللاعبين الآخرين سيكونون قريبا وقريبا جدا في التدريبات العادية والجماعية للفريق مبدئيا قادري لن يعود للتدريبات لأنه اختار الرحيل وجهته بصورة دقيقة لم تتحدد بعد لكن بنسبة كبيرة جدا سيمضي في كلاب بريج في الأيام القليلة المقبلة أخبار محلية كشفت أن اللاعب سيصل بلجيكا يوم الخميس لكن لتوقيع مع بريج وليس للسئناف التدريبات مع كورتري يبدو أن مصير لعب الخضر رياض محرز سيكون بعيدا عن أسوار ملعب الاتحاد في الموسم المقبل فبغضي النظر عن العروض الخيالية التي يقال أنها وصلت محرز من السعودية قالت صحيفة الميرر بريطانية الشهيرة في عددها لنهار اليوم الثلاثة أن مدرب الستي بيب كورتريولا لم يعد يرغب في الاحتفاظ بلاعب الخضر الصحيفة البريطانية الشهيرة قالت أن كورتريولا يرصد اللاعب الباراقوياني الشاب شوليو إنشيزو من أجل تدعيم مركز الجناح الأيمن ومع وجود محرز أصلا كلاعب بديل فإن قدوم هذا اللاعب البالغ من العمر 19 سنة فقط سيعني خروجه بكل تأكيد إنشيزو متألق مع بريطون هذا الموسم الميرر عادت للتشير لعروض السعودية وقالت أن السيتي سيكون سعيدا بعرض كبير من هناك وأن النادي لن يعارض بيع اللاعب الجزائري وضع محرز على قائمة المسرحين ربما لن يكون بالخبر الجيد بالنسبة له محرز الذي طالما تمسك بالسيتي سيكون مضطرا لتركه على ما يبدو في الصيف الحالي تكلمنا في عدد يوم أمس عن بدء الترشيحات بخصوص تشكيلة الموسم في الليغ 1 والليغ 2 وتكلمنا عن مركز الحراسة الحساب الرسمي للليغ 2 وضع أمام أنصار الأندية الفرنسية منصيبين جديدين الظاهير الأيمن والظاهير العيصر ومن دون مفاجأة تمكن الدولي الجزائري كيفين جايتون من حجز مكان له ضمن الستة المرشحين كيفين جايتون قدم مستوى هائل جدا وأرقام رهيبة لا تدل أبدا أنه ظاهير أيمن تقليدي ليس هذا وفقط كيفين جايتون تمكن من حجز جائزة أحسن لاعب في فريقه باسيا للموسم المنقضي من دون أن ننسى أنه اختير أيضا في تشكيلة الموسم بحسب الاتحاد للفرنسي لكرة القدم كل هذا يؤكد أن موسمه كبير واختياره الأحسن لن يكون مفاجأة إن حدث قبل أن ننتقل للخبر التالي أشير إلى اختيار أمين الوزاني ضمن جائزة أفضل لاعب صاعد أو موهبة في الليك دون لاعب جانجون تم تقديمه كلاعب مغربي والأمر مبرر بما أنه دولي مغربي سابق لكن وفي آخر تصريحاته عبر عن رغبته في تمثيل الجزائر لذلك يمكن اعتباره جزائري أو لنقل نصف جزائري من يريد التصويت له الرابط في المصادر من يراه مغربي ينسى العمر يواصل الناخب الوطني التأكيد على أن سياسته مع المواهب المغتربة تغيرت 180 درجة فبعد أن سعى لضم الكثيرين في وقت سابق بدل انتظارهم ها هو يتحرك لضم موهبتين يقال أنهما كبيرتين وسيكون لهما مستقبل ظاهر وهذا بحسب ما أفدت به صحيفة العرب الجديد القطرية والتي تعتبر مقربة من محيط بالماضي الموهب الأولى هو لعب هارتا برلين براهيم مازا مازا يبلغ من العمر 17 سنة فقط ولم يشارك مع الفريق الأول سوى في النصف الثاني من الموسم لكن رغم ذلك بل ماضي يراقبه واصدعائه مستقبلا لن يكون مستبعدا الموهب الثاني هو موهب تليل والمنتخب الفرنسي لأقل من 18 سنة أمين مستوسة مستوسة وكما عصرت في عدد سابق ألمح بوضوح لرغبتي في تمثيل الخضر لكن يبدو أنه سيستدعى للمتخب الأول وليس أقل من 20 سنة كما قيل سابقا قد يقول البعض أن سن 17 سنة و18 سنة سن صغير ليس هذا وفقط هذين اللاعبين لم يصل للفريق الأول إلا في نهاية الموسم الحالي الأمر قد يكون منطقي لكن بالماضي بات يدرك شيدا أن خطف هذه المواهب في هذه السن أحسن من انتظارها لأن ضمها لاحقا لن يكون مضمون والدليل ما فعله روراوة مع بناصر سابقا وما فعله سفيزف مع أبو عناني حاليا ضيف إلى ذلك هذين الإسمين مهاجمين خاصة الماضى الذي يلعب رقم 9 والمنتخب يعاني كثيرا في هذا المركز لأجل ذلك الذهاب إليهما أحسن بكثير من انتظارهما يبدو أن الدولي الجزائري ولاعب نيس السابق يوسف عبطال بات على بعد خطوات قليلة فقط من اختيار اللاعب في الخليج تقارير فرنسية كشفت اليوم أن عبطال في مفاوضات جد متقدمة مع نادي الريان وهو النادي الذي يضغط لأجله منذ عدة أيام كما أشرت قبل يومين ذات التقارير قالت أن المفاوضات في مراحلها الأخيرة ورغم رغبة كثير من الأندية في التعاقد مع عبطال وكلها من الخليج طبعا إلا أن إدارة الريان تكون قد حسمت الأمور عبطال يغيب عن تربس الخضر الحالي وبدون شك هو يعمل حدثا على إيجاد نادي ننتظر ونرى إن كان النادي المعني هو الريان فجرت شبكة سكاي سبور الألمانية ما سمته بالمفاجأة من العيار الثقيل حين قالت أن الدول المستقبلي ولعب فردر برامن ميرجل بايزر يمكن أن يغادر فريقه في الأيام المقبلة الشبكة الرائدة لم تشر الأمر عن طريق رغبة اللاعب لأن الأمر ليس مفاجأة وقتها لكن لقيمة الشرط الجزائي الموجود في العقد سكاي قالت أنه فقط 3 ملايين أورو التقارير الألمانية قالت أنه شرط جزائي جد متدني ولا يعلم كيف قبلت إدارة برامن بوضع مثل هذا الرقم للاعب يعتبر أفضل ظهير أيمن في ألمانيا كلها مبلغ 3 ملايين أورو بحسب سكاي مبلغ لا يذكر ويمكن لأي نادي صغير في ألمانيا دفعه من دون الحديث عن الأنديا المتوسطة والكبيرة موقع داتش تيوب المقرب جدا من بريمان قال أن هناك من يسعى لاستغلال الأمر إدارة أوكسبورغ تسعى في الأيام المقبلة لحسب الأمور مع فيزر وقد اتصلت به وبإدارة ناديه فعلا لكن من دون الكشف عن أي تطورات ليس أوكسبورغ وحسب أندية أخرى من خارج ألمانيا تسعى أيضا لاستغلال الأمر لصالحها فدفع 3 ملايين فقط في لاعب مثل فيزر يعتبر هدية لكن برغم ذلك موقع داتش تيوب قال أن الكل في النادي متجند من أجل إبقاء اللاعب الألمان وجزائري المدير الرياضي قدم عرضا محسنا ويبدو أنه عرض يلقى القبول لدى وكلاء اللاعب إدارة بريمان في حال نجحت في تجديد عقد فايزر ستقوم بدون شك برفع شرطه الجزائي لعشرات الملايين إلى أخبار المنتخب الآن والحصة التدريبية لنهار اليوم الحصة عرفت اندماش كل من أحمد توبة وكيفين جايتون هذا ثنائي لم يشارك في الحصة التدريبية الأولى أو شارك جايتون شارك فقط في آخر الحصة التدريبية اليوم أمس تأخر توبة مبرر بما أنه لعب صهرة الأحد نهائي كأستوركيا الحصة عرفت في المقابل تواصل غياب زروقي بحسب الأخبار التي لدي لغاية تسجيل الحلقة زروقي لم يكن متواجد بل ليس متواجد في الجزائر أصلا سيحضر فقط غدا الأربعاء السبب مجهول لغاية الآن حصة اليوم عرفت غياب رياض محرز والذي لم يكن حاضرا في بدايتها في الفترة الأولى التي فتحت للإعلاميين محرز لم يكن متواجد إعفاء محرز يبدو مبرر وهو الذي لم يرتاح طيلة الأيام الأربع الماضية بسبب الاحتفالات والصفر وما إلى ذلك بعض الأخبار أكدت أنه ليس حاضر أصلا في الجزائر وسيسافر عفوا سوب العاصمة يوم غد فقط حصة اليوم سبقتها منطقة مختلطة مع الإعلاميين ظهر فيها بعض اللاعبين لكن الوجه الأبرز كان حسام عوار عوار عبر عن سعادته بتوجده مع المنتخب وأكد أن الاستقبال الذي حظي به كان رائع من طرف زملائه اللاعبين حسام وبصورة منتظرة تكلم عن تأخر قدومه للمنتخب طيلة هذه السنوات وقال أن المكتوب فقط هو من أخر قدومه وأنه لا يريد الدخول في متاهات من قبيل أنه منع من طرف إدارة ليون خاصة أن البعض ربط بين قدومه وبين التوقيع أخيرا لنادي روما عوار تكلم أيضا عن الشعب الجزائري لاعب روما قال أنه حظي باستقبال كبير وأنه لمس وشاهد ذلك سواء على عرض الواقع أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي مضيفا أنه تلقى عشرة الرسائل التي وصفها برسائل الحب وشكر الشعب الجزائري كثيرا وأكد أنه سيقاتل لأجل إسعادهم إلى جانب عوار تواجد أيضا قلب هجوم الاتحاد أيمن محيوس محيوس رفع سقف الطموحات عاليا وأكد أنه يطمح للمشاركة أساسيا في اللقاعين المقبلين وأنه سيعمل كل ما في وسعه لإقناع بالماضي الوجه الجديد الآخر حماد عبداللي ظهر أيضا أمام الإعلاميين عبداللي عبر بداية عن سعادته بأول دعوة وفقره الكبير بذلك وأكد أنه سيقاتل لإقناع بالماضي وعن اللقاعين المقبلين ضد تونس وأوغندا قال أنهما لقاعين صعبين لكنهم عفوا سيعملون كل ما في وسعهم لأجل الفوز اللاعب الأخير في المنطقة المختلطة كان لعب أمصر الجديد فيكتور لكحل لكحل عبر عن سعادته الكبير جدا بعودته للمنتخب بعد فترة غياب طويلة كما أكد أنه حقق الهدف الذي سعى له طيلة السنوات الأربع الأخيرة ومنذ إصابته مع المنتخب في مارس 2019 لكحل أشادة كثيرا بالمنتخب تحت قيادة بالماضي وقال أنه تطور ونمى بشكل كبير ليختتم تصريعاته في هذه الجزئية بالقول أنه فخور جدا بالتواجد في المنتخب وبعودته للمركز التقني في سيدي موسا قبل أن نختم نعود لأخبار المحترفين وبالعودة لمحرزه في وقت لاحق من عشية اليوم كشفت تقارير فرنسية أن الجزائري دخل في مفاوضات مع نادي سعود آخر غير الأهلي النادي المعني هو الاتحاد الذي نجح في ضم بنزيمة وانجولو كانتي قبل أيام المصدر ذاته قال أن النادي تقدم كثيرا في المفاوضات الصحف الفرنسي الشهير رمامولينا وعلى حسابه الرسمي في تويتر أشار أيضا إلى تقدم المفاوضات بين محرز والاتحاد وقال أن إدارة النادي السعودي تأمل في إنهاء الأمور سريعا مع السيتي انقلاب كبير عفوا في الأوضاع وبحسب إجماع الصحف الفرنسية وحتى العربية محرز ربما يوقع في الاتحاد في اليومين المقبلين الأمور غير واضحة بشأن الوجهة لكن الواضح أن أيام محرز باتت معدودة في السيتي خاصة مع تقرير الميرور الذي أشرت إليه في بداية الأدد والذي وضع محرز على رأس قائمة المرغوب في بيعهم إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم